توبس عربية قناة ثقافية عربية متنوعة تسعى لجعل اليوتيوب العربي مكانا مليئا بالعلم والثقافة والتسلية من معلومات حقائق غرائب وعجائب أغرب عشر أفضل عشر وهل تعلم والمزيد من المعلومات المفيدة والمتنوعة التي نقدمها لمتابعين الأوفياء اشترك الآن ليصل كل ما هو جديد من قناة توبس عربية شكرا كونكم معنا ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات فضلا وليس أمرا الحيوانات المفترسة ليست دائما عنيفة وتبحث عن الطعام فقط فهي تملك جانبا طيبا ومسالما فيها وقد تجلى في العديد من المواقف القصة التي سوف تشاهدونها معنا في هذا الفيديو فريدة من نوعها وهي حقيقية وتحكي عن نمير أنقذ إنسانا بعدما عثر عليه ملقا في الثلج تابعوا معنا هذه القصة حتى النهاية كان هناك مزارع يدعى فاسيلي يعيش في إحدى القرى الروسية حيث يربي الماشية في مزرعته الصغيرة ويذهب في بعض الأحيان للصيد خاصة عندما ينزل الثلج بكثافة ويغطي كل شيء وفي أحد الأيام كان الثلج يغطي كل شيء وهو ما استغله الرجل في الخروج للصيد وكعادته أخذ الرجل مع عدات الصيد وخرج للبحث عن الطرائد وسط الغابة قد يكون الجو مناسبا للصيد وهذا جيد بالنسبة للصياد ولكن في المقابل تساقط الثلوج يجعل الطعام شحيحا بالنسبة للحيوانات المتوحشة التي تكون في الغابة وهو ما يجعلها شرسة وتبحث عن فريسة بأي ثمن وهذا طبعا لن يكون في صالح فاسيلي تمكن الرجل من الصياد أرنب صغيرة وبينما كان عائدا إلى منزله سقط فجأة في حفرة كانت مغطاة بالثلج ولم ينتبه لها وبقي يتدرج إلى أن صدم رأسه بجذع شجرة وفقد وعيه بقي الرجل فاقدا لوعيه لمدة من الزمن وفي تلك الأثناء اقترب منه نمر ضخم وشرس وبقي يحوم حوله ويجتم رائحته وبالرغم من أن النمر كان بإمكانه أن يفترس فاسيلي الذي كان فريسة في المتناول إلا أنه فعل ما لم يكن يتوقعه أحد لقد قام النمر بسحب فاسيلي من بين الأشجار وبقي يداعبه في وجهه بمخالبه القوية ثم بعدها بدأ يبحث في حقيبته وهناك عثر على بعض الطعام والأرنب الذي استاده الرجل أدخل النمر رأسه في الحقيبة أخرج الأرنب ثم أكله وبعدها أكل الطعام الآخر وبقي مستلقيا بالقرب من فاسيلي ينتظر أن يستيقظ من غيبوته عندما بدأ الثلج يتساقط بكثافة غطى النمر الرجل بجسمه وبقي ينتظر عندما استيقظ فاسيلي لم يفهم أين هو واستغرب من ذلك الجسم الذي كان يغطيه وعند استرجاعه لكامل ذاكرته تأكد من أن الذي يقف أمامه هو نمر شرس لكنه لم يفترسه لسبب لم يعرف فاسيلي عندما لاحظ النمر أن الصياد استرجع ذاكرته بدأ يمشي ببطء ويبتعد عنه وكأن شيئا لم يحصل في حين بقي الرجل مصدوما من الذي حدث معه ولم يصدق أنه لا يزال على قيد الحياة ومنذ ذلك اليوم أصبح فاسيلي يذهب مرتين في الأسبوع إلى الغابة التي التقى فيها مع النمر ويضع هناك قطعة لحم كبيرة كشكر منه لذلك النمر الذي رفض أن يفترسه وبالرغم من أن الرجل ليس متأكدا إن كان ذلك النمر هو من يحصل على اللحم إلا أنه يعتبر ما يقوم به كرد للجميل للحيوانات عامة ترجمة نانسي قنقر